السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخويني اخواتي اليوم مع فيديو بسيط وتدبيرا بسيطة الفيديو هذا في الحقيقة وعنده من العامل يفات يعني عنده سنة او اكثر صورته كان في البرتابل التاعي في الموبايل التاعي كان خسر لي قبل وكنت محملة فيه فيديوهات بزيف وان شاء الله ممكن ننشرهم الايام الجاية منبينهم هذا تدبيره على كيفية الاحتفاظ بالليمون او البرتقال بدون مجمد في الثلاجة يعني التحت بدون مجمد لمدة ثلاثة اشهر اربعة اشهر يعني تحتفظي به حتى الرمضان نورمال والتدبيره هذي الفكرة هذي راني مجربتها منمدلكمش فيها يعني مجرد اني ندير فيديو وصعي والله العظيم جربتها لكن فيها شروط تبعي الفيديو رح نقول لي كيفية يعني تبغيها قد قد مش تديريها غالطة وما بعد تقول يخسر لي الليمون وإلا البرتقال أول حاجة رح تستعملي لتلف في الأول حاجة رح تمسحي الليمون وبرتقال تمسحيه بمليه يعني ما تغسليش تمسحيه تنحيله لوسخ وتلف فيه في بابي أليمينيوم من الجهة اللي تلمع من الجهة اللماعة كما شفتي في الفيديو كما تشوفي في الفيديو وثاني حاجة أنه لازم الليمون أو البرتقال ما يكون شذك طري خلاص اللي رح يخمج ما يكونش فيه ضرب ضربات يعني بلايس مضروبة أي ضربة صغيرة رح ترأثر على الحبة وتخمج لك يعني لازم يكون جديد بورتقال يعني تكون حبة باهية البرتقال أو الليمون وكل ما تكون عاصية يعني جديدة مشترية يعني رح تقعد لك مدة أطول وكي تلف فيها في البابي أليمينيوم لازم تلف فيها مليح ما تخليش يدخلها لهوا خلاص لازم تخرجي منها ذاك لهوا بين الورقة وبين الحبة وفي نفس الوقت ما تخليش أي ثقب في البابي أليمينيوم يخلي الهوال يدخلها وإذا تبعت الخطوات هذه صحيحة بعد مدة طويلة رح تلقي الحبة التاع كما حطيتهم يعني جديد كما حطيتهم وهذه أفضل طريقة يعني أفضل من الاحتفاظ بها في الكونجيلاتور لأنه المجمد يعني يغير يعني مهما تقولي حنحتفظه وتقعد جديدة لكن دائما يغير طعم الليمون خاصة يغير له طعمه يعني هذي أفضل طريقة خاصة للليمون هذي أفضل طريقة تحتفظي بها وفي الأخير نتمنى ما تنسونيش بجيم بلايك ومرحبا بأي واحدة تخلي جديد القناتي نقولوا مرحبا بي كنتمنى تشترك في قناتي وتفعل الجرس لأنه تفعيل جرس مهم حتى تصل الإشعارات بأي فيديو نزله على القناة